يسعد أوقاتكم مشاهدين عبر شاشة الفجرة كده مكملين هالمرة نصيبنا طالب مش طالب المعظم كلهاتهم كانوا طالبات مشاء الله عليهم ولكن الطالب حمزة أحمد الضبع من الفرع العلمي ذكور الفاضرية الحاصل على معدل 96.13 أول شيء ألف ألف مبارك لحمزة مبارك حمزة هذا النجاح وهذا التفوق احكينا كيف استقبلت هذا المعدل أول شيء شكرا لتلفزيون الفجر نورنا بالدار نور أهلا أهلا وسهلا فيكم كمان مرة الحمد لله أول شيء كانت الاستعدادات والنفسية تكون أهم شيء مرتاحة تحضير أول بأول تركيز مع الأستاذ وبالنسبة للفرع العلمي بالتحديد لازم الطالب يكون فاهم قبل ما يكون حافظ عنده مادة عنده المنهى جيبك فاهم مية بالمية شوه بده شو لازم هاي المسائل يركز عليها هاي الأمور كلها تكون متكنها بالتمام والذين الأسد أصلا ما قصروا معنا أسد الفاضلية بداية مع المدير نزيه الجمال للطاقم التدريسي كل شكر والتقدير أولهم وفضل الله سبحانه وتعالى والأهل اللي بدأني والوالد الحمد لله كانوا مغفرين الجو مية بالمية الحمد لله ما شاء الله عليه حمزة أكيد إحنا كمان بنشكر مدرسة الفاضلية ذكور الفاضلية الثانوية إحنا من أول المقابلات تقريبة إحنا نشكر في مدرسة العدوية مدرسة العدوية هالمرة كمان بدنا نشكر مدرسة الفاضلية ونحكي لهم لكل الكادر التعليمي ألف ألف مبارك أكيد مبارك لحمزة حمزة حددنا مصيرنا في الجامعة ولا لسه الحمد لله يعني من أكثر من سنة محدد الحمد لله هندسة حاسوب في جامعة برزاية إن شاء الله إن شاء الله أكيد كل التوفيق لحمزة كمان مش بس إحنا بنبارك لك أسرة حاتم أغلو حابوا يباركو لك ويقدمو لك هاي الهدية القيمة ايش بتحب تحكي لحاتم أغلو شكراً حاتم أغلو اسم مميز وبضاع مميز الحمد لله شكراً كتير لحمزة مبارك ألف مبارك كمان وليزة حمزة ألف مبارك نجاحه الله يبارك فيك يسعدها حمزة مش أول طالب عندك بالتوجيه كان عنده نماذج أبل وكمان كان عندك صبايا وشباب وكمان لما كانت متفوقة وحصت على التسعين ومشاء الله عليه يعني كم؟ سبعة وتسعين وتلات لما حصت سبعة وتسعين وتلات سبقت حمزة تمام حمزة حمزة أشتر يعني طيب ما شاء الله عليكم وانت فينا هلا بنجيكي لما عشان تحكينا كيف دعمتي حمزة بس أول شي نحكي معي والدة حمزة تحكينا شبايا كيف حاولت فعلا تدعمي حمزة وخاصة انه مش أول نموذج كيف كمان عدت الكرة مع حمزة حاولت حاولت تدعمي توفري له كل شي نفسيا معنويا ومن كل الجوانب الحمد لله رب العالمين هو انه كنا نشجعه دائما بس هو الحمد لله من يومه طالب مجتهد وبحب التعليم وعرف مصلحته هو يعني بعرف شو بده الحمد لله بس ما شاء الله علي حمزة متحدث واثق عنده خبرة كافية وعي كافي كمان أكيد أهل حمزة كان لهم دور أخته كمان كان لها دور انها تعطينا صائح من خبرتها السابقة في الثانوية العامة احنا بنحكي لوالدة حمزة ولحمزة ولكل العائلة وللأخوال كمان ألف ألف مبارك نجاح حمزة وتفوق كاملين معكم مشاهدين وأكيد بنحب نشكر دائما على أحمد الجلاد وعماد العالي زملائي في التصوير وميني أنرها بحب لي بحب أشكركم وحكي لكم يعطيكم ألف عافي ومكملين أكيد ومستمرين في مقابلتنا مع الطلب المتفوقين في الثانوية اشتركوا في القناة